خرق تقني موصوف للسيادة اللبنانية تمعن في ارتكابه شركة الاتصالات الخليوية السورية سيريا تال في عدد من المناطق البقعية حيث ينتهك إرسال الشركة السورية التغطية اللبنانية للإرسال في تلك المناطق من خلال إقدامها على توصيع رقعة تغطيطها لتشتاح بها مساحات واسعة من البقاع ولبنان الشمالي اقتحام وقح للشركة السورية التي يملكها رامي مخلوف ابن خالي رئيس النظام السوري بشار الأسد ما أدى إلى تشويش في تلك المناطق يصل إلى حد فقدان الإرسال الهاتفي للشركة اللبنانية هذا ليس كل شيء فالشركة تصويق أرقاما سورية ووحدات تشريج داخل لبنان فيمكن شراؤها من أكشاك بيعا في البقاع رئيس بلدية حوش الحريم محمود رباح دعا وزارة الاتصالات إلى المسارعة لوضع حد للتأثيرات السلبية المتأتية من تشويش سيرياتال على شبكة الاتصالات الخليوية اللبنانية يشار إلى أن شركة ألفا استحدثت في الأوينة الأخيرة جهاز تقوية داخل بلدة حوش الحريم لتخفيف حد تأثير إرسال الشبكة السورية داخل الأراضي البقاعية إلى أن النتيجة لم تكن بقدر المرتجة وفي هذا الإطار أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أنه يتابع هذا الموضوع منذ فترة وكلف مسؤولين معنيين في الوزارة معالجة هذا الخرق تقنيا بالتمسيق مع الشركتين اللبنانيتين من أجل التصدي له وتعزيز تغطية الشبكتين الوطنيتين في تلك المناطق اشتركوا في القناة